تحت شعار من إنسان لإنسان مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة جديدة لدعم الأشقاء في فلسطين بمشاركة طلاب المدارس والجامعات لتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة وده تكثيفاً لدورها الإغاثي والإنساني عقب انتهاءها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالين في غزة واستعداداً لتجهيز المرحلة التانية من القوافل الإغاثية حبينا نحسسهم إن هم ليهم دور وإن هم بيقدروا يعملوا حاجة بيتسهموا في تخفيف حزن ووجع ممكن يكون ولاد وأطفال زيهم يعني حسينه الولاد من مبارح للنهاردة كانوا نازلين عشان يتعرفوا على المؤسسة يعرفوا أهدفها نشأت إزاي إزاي إن هي من أولها لأخيرها كانت بداية من بدايات طاقة الشباب من أول الفكرة لحد التنفيذ والحد دلوقتي بنعرفهم بقضية فلسطين بنعرفهم بالأمن القومي المصري كمان مهمة قوي فكرة التطوع المسؤولية المجتمعية المرحلة الأولى من المبادرة بتركز على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين وتأتي تحت شعار من طفل لطفل بهدف رفع التوعية لدى الأطفال والنشأ حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القياد في دعمها على مر التاريخ وعشان كده بيتم استقبال طلاب المدارس بكافة أنواعها الحكومية والخاصة والدولية وبشكل يومي في المقر الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوع المؤسسة مخور إن أنا سعيدة بحاجة زي دي وهتوصل لإخواتنا الفلسطينيين ويا رب ما أكونش أخي مراجي هنا حبة جدا إن أنا أكون هنا وأقدر أتعلم حاجات جديدة وخبرات جديدة أقدر أقولها للناس اللي معايا في المدارسة مبسوط قوي إن إحنا مساعدين يعني بنساعد أخواتنا في غزة وإن إحنا نتطوع ونساعدهم في كل احتياجاتهم اللي بيحتاجينها في الحالة اللي هم فيها استفدت إن أنا عرفت أكتر عن حياة كريمة وإن أنا ابتدت أعرف أكتر عن العمل التطوعي وإزاي إن أنا قادر أساعد أشقائنا في فلسطين وإحساس إن أنا أبقى في حياة كريمة بساعد ناس أخواتنا في غزة يعني إحساس حلو فخر كبير إن إحنا بنساعد أهلنا في فلسطين حتى لو جي شيء بسيط يعني مبسوط جدا أنا أصلا بساعد في حياة زي كده حتى لو بمساعدة صغيرة جدا حاسب أفتخر إن أنا جيت هنا وإن أنا بتطوع لأهلنا في فلسطين إحساس حلوة قوي وإنت بتعمل حاجة أنت عارف إن هي هتروح لناس بجد محتاجينها جدا اللي إحنا شايفينه ده بيعكس إيمان مؤسسة حياة كريمة بضرورة توجيه كافة أوجه الدعم للقضية الفلسطينية بشتى الطرق الممكنة وبمشاركة جميع فئات المجتمع المصري وخاصة طلاب المدارس والجامعات وكمان انطلاقا من دورها التنموي والمجتمعي من أجل إعلاء قيم المشاركة والتطوع بين الشباب